يا يحيى خذ الكتابة بقوة يسأل عن تفسير هذه الآية أو معناها هذا أمر من الله عز وجل نبي كريم وهو يحيى ابن زكريا عليه السلام أن يأخذ الكتابة بقوة والمقصود بالقوة أأخذ بما فيه من الأوامر فعلا وإجتهاد في الاتيام بذلك على أكمل الوجوه وترك ما في الكتاب من محرمات على حسب ما يطيق ويستطيع فينأى بنفسه عن المحرمات هذا أخذ الكتاب بقوة وهذه القوة هي القوة المشار إليها في قوله المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل الخير فالقوة هنا هي أخذ الدين بفعل أمر بفعل أمر الله عز وجل وترك ما حرم جل في علاه وليس المقصود بالقوة هنا أن يزيد في الدين ما ليس منه أو أن يغلو فيه فالغلو مذموم في هذه الشريعة وفي كل الشرائع يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم هذا نهي للشرائع السابقة نهي للأمم السابقة وهو نهي لهذه الأمة وذلك قال إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين فالقوة هي أخذ الكتاب بنشاط وهمة وإقبال واستفاء لأمره فعلا واجتهادا في اجتناب ما حرم ونهاء ترجمة نانسي قنقر